المعرض هذا المعرض هي رسالة مني لكل منظمات البيئية والمجتمع المدني في تفادي هذه الظاهرة انتشار المخلفات خاصة في هذه الظروف مخلفات الحروب أكثر شيء مخلفات هذه الحروب التي فرضت علينا وحواد في هذا المعرض جمع هذه النفايات وهذه البقايا وتكوينها إلى عمل فني إبداعي من خلال الفن ومن خلال الأسلوب النحدي أو الجداريات المعارض في مثل هذا السلوب فن البيئي المعارض جديدة في مجتمعنا لأن هذه المعارض غير واردة في مجتمعنا ولكن من خلال هذا المعارض حاولت جذب المشاهد لهذه الأعمال وتعريفهم بموضوع الفن البيئي وما هو الفن البيئي وماذا صياغته وللماذا لهذه الفن البيئي الفن البيئي نحن بأمس الحاجة حاليا لهذا الفن لتفادي هذه النفايات المتراكمة في بيئتنا التي تسبب ضعف في الجمالية تسبب أمراض تسبب أشياء تعرفة في هذا المجتمع الحالي في هذه اللوحات لم أستعمل أي لون من جرد هذه اللوحات استعملت فيها أسلوب الحرق الحرق أصبح ظاهرة في مجتمعنا لكثرة لكثرة عدد المرات التي حرق فيها 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 بيئتنا أول مرة أدخل معرض تشكيلي مثل هذا التركيب شايف معرض عادية طبيعية بس المش يعني الشيء الحلو والمميز في هذا المعرض أنه تقريبا 80% من المعرض كله عن البيئة وعن شغلات النفايات ومخلفات هذه الحروب ونحول شغلات الموزينة إلى شغلات زينة وهذا كله يعود طبعا المدينة ومظهر المدينة والناس تجي تشوف هذه المدينة بشكل أرتب وحلو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا